اشتركوا في القناة الكثيرين من احبابهم نتيجة حرائق المخيمات دون وجود سيارات اطفاء او وسائل وقاية من الحرائق الحكومتين من بدل تعويض الشعب الايزي دي الذي تعرض لابشع الجرائم قاموا باستغلالهم لصراعاتهم السياسية التي لا تنتهي اخيرا تركوا لهم خيار العودة او البقاء في المخيمات مفتوحا دون تعويض ودون جبر للضرر ودون مراعاة ظروفهم البأساوية العوائل العائدة تعود لركام قرى ومجمعات هدمت منازلها او تم حرقها من قبل داعش او اشباه الدواعش من جيران الايزيدية او تهدمت نتيجة الامطار الابواب والشبابيك والاسلاك الكهربائية وكل شيء يصلح للبيع تم سرقته اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن إلى خيمة في سنجار الموطن الأصلي هذا هو حال غالبية الإيزدية العائدين من النزوح وبالأخص جنوب جبل سنجار لسان حال الإيزدين العائدين يقول إن الحكومتين وبالأخص وزارة الهجرة والمهجرين أكتفوا بموقف التفرج على العائدين حتى إن الوزارة لم تصرف إجرة سيارات الحمل التي أقلتهم إلى مناطقهم التي روجت إنها ستقوم بهذا الأمر وسط الإهمال الحكومي المتعمد الأهالي طالبوا المنظمات بإنصافهم بحجم الضرر الذي أصابهم ترجمة نانسي قنقر